اهلا وسهلا بكم مرة تانية معانا في الفلسفة النهاردة يا شباب هنشرح مع بعض الدرس التاني في الفلسفة بتاعتنا بعنوان نشأة الفلسفة وتعريفها واهميتها خدنا في الدرس الاول يعني ايه تفكير؟ يعني ايه تفكير انساني؟ وختمناها بخصاص التفكير ومهاراته وانواعه للوقت هناخد معانا ازاي تنشأت الفلسفة؟ كنت فين؟ وإيه تعريفها؟ وإيه اهميتها؟ الفايدة اللي ممكن تعود علي من الفلسفة؟ عندنا سؤال هو المدخل بتاعنا للدرس النهاردة وهو بيقول هل تسألت يومنا ما الفلسفة؟ عمرك سألت يعني ايه فلسفة؟ درسنا النهاردة هيجاوب عن السؤال ده بشكل اساسي هنخرج من الدرس ده بكذا حاجة؟ يعني ايه نشأة الفلسفة؟ مفهوم وتعريف الفلسفة؟ وأهمية الفلسفة؟ وآخر حاجة معايا هي ايه وظائف الفلسفة؟ ايه أدوار الفلسفة اللي ممكن تعملها لي؟ دي خريطة تانية شباب للدرس عشان تبقى الدنيا باضحة عندكم والأفكار عارفيني ازاي احنا هتمشي او انتو كمان هتمشوا في المذاكرة اول حاجة معانا نشأة الفلسفة بيقولي اني اول ما نشأت الفلسفة نشأت فيه الشرق القديم فين الشرق القديم ده؟ قال لي مصر بابل الصين هي دي حضرات الشرق القديم طيب ازاي بقى كانت الفلسفة عندهم؟ قال لي كانت الفلسفة عندهم مرتبطة بما يسمى الفكر الاخلاقي او الحكمة الدينية يعني الفلسفة عند الشرق القديم كانت هي الاخلاق هي الدين وطبعا زي ما قلتلكم من شوية ان هي كانت مصر وبابل والصين والهند يبقى ارتبطت الفلسفة في الشرق القديم بظهور الفكر الاخلاقي والحكمة الدينية طيب بقى عند اليونان؟ قال لي لا ده عند اليونان ظهرت لي الفلسفة في القرنين السادس والرابع قبل الميلاد طيب مش فاهمة انا قلتلكم ايه؟ ظهرت الفلسفة في الشرق القديم كانت مجرد حاجات نظرية كده مرتبطة به الفكر الاخلاقي او الديني لكن عند اليونان ده بقى فكر فلسفي خالص بقت هي الفلسفة طيب ايه الفرق؟ ان اليونان قطفوا ما يسمى بالطابع العقلي يعني ايه؟ يعني حطوا العقل على التفكير بتاعتهم بدأوا كمان ان هم يكتبوه ده كان الفرق بين اليونان والشرق القديم مين اشهر الحكماء او الفلسفة قال لي واحد اسمه طاليس وطاليس ده من الفلسفة الطبيعيين مين الفلسفة الطبيعيين دول؟ كانت الحاجة اللي بتشغل الفلسفة اليونانيين في الوقت ده هو انه يبحثوا عن صانع الكون علة الكون هو الكون ده تنشأ منين؟ فطاليس مثلا قال ان الكون اصل المية وتلمزته كل واحد قال حاجة اللي قال النار واللي قال الهوى واللي قال التربة تعالي نشوف كمان هنلاقي ان الفلسفة عند اليونان بدأت تنمو مش بس وافت عند طاليس وتلمزته لا ده كبرت ونضجت على ايد مين؟ على ايد سكرات وافلاطون وارستو يبقى كانت الفلسفة في اليونان الاول عند طاليس وتلمزته كانت في قان السادس والرابع قبل الميلاد بدأوا يسألوا اسئلة عن الكون لكن في الفلسفة النطجة عند سكرات وافلاطون وارستو بدأت اليها شوية تدخل في امور الحياة في الانسان طيب نفس الكلام لقدمت شوية شباب بطريقة مرتبة شوية كانت اسئلتهم اسئلة الفلسفة اليونانية او الفلسفة عنده اليونان هو حول الكون وكيف وجده ومن اوجده وايه المود كيف يسئله بشكل عام عن كل حاجة حواليهم بعد كده طبعا في الاول ده حول الكون ده كان عنده طاليس وتلمزته بعد كده بدأت الفلسفة تنتقل بقى من السؤال عن الكون عن الشيء العام للشيء الخاص واللي هو مين الانسان بدأت تسأل هو الانسان ده عايشه ازاي المجتمع او الدولة اللي عايش فيه دهارت ازاي وبدأوا بقى يناقشوا مشكلات وموضوعات جديدة زي الفضيلة الاخلاق الحكومة الدولة طبعا بجانب انه هما بدأوا يناقشوا موضوعات مجردة او نظرية ما قداش ان انا مسكها في الواقع زي الحرية والعدالة طب الفلسفة بقى النهاردة عاملت ازاي قال لي بص الفلسفة النهاردة تطورت بشكل فاضي عن السنوات او عن مراحل الفلسفة اللي فاتت سواء كانت عند الشرق او عند اليونان بيلي ان الفلسفة النهاردة ما بقتش بس بتقفى عند حدود المعرفة النظرية يعني ايه المعرفة النظرية؟ ليه طبعا تبحث بقى عن مفاهيم ونظريات وقراء هنا بدأت الفلسفة النهاردة تحاول تدخل وتنظم حياة الانسان ما بقتش واقفة عند حدود ازاي تخلي الانسان يفكر لا بقت تسأل وبقت تقوله ازاي يعيش الموضوع صعب بس انت حاول تفهم معي حاول الدنيا بسيطة خالص ما فيهش اي مشكلة كأنك بالظبط بتقرأ قصة هي الفلسفة فعلا قصة العقول والافكار ازاي الناس دي كانت عايشة طول السنين اللي فاتت طيب لما بدأت الفلسفة تدخل فيه امور الحياة الانسانية ما بقتش الفلسفة مجرد تحليق في الفضاء او في الهوى او في المجردات يعني ايه الكلام ده؟ ما بقتش قاعدة الفلسفة بصل السماء وبتتأمل لا دي بدأت تعيش في حياة الانسان بدأت تدخل في الواقع بتاعه بدأت تدخل في السياسة في الطب في الدين بدأت تشوف هو بيعمل ايه في اي حتة ما بقتش يعني ماسكاة في حتة واحدة بس دي الخريطة الزهنية بتاعتنا يا شباب خدنا نشقة الفلسفة هناخد دلوقتي معنى وتعريف الفلسفة وبعدي اهمية الفلسفة واخر حاجة وظائف الفلسفة تعالوا نشوف معنى الفلسفة او تعرفها اللغوي يعني ايه لغوي؟ جاي من اللغة يعني هاعرف اصل الفلسفة من لغتها يعني ايه اصل كلمتها يعني ايه فلسفة؟ دي حاجة مهمة جدا في الفلسفة يا شباب الفلسفة اساسا هي تحديد المصطلحات انك تكون عارف الفرق مثلا بين الفلسفة بين العلم بين الدين معرفة لغوية بتقدر تعرف المصطلحات بتاعته ومو معرفة علمية كمان تعرف ان انت تفصل المصطلحات تقوليني مثلا الفلسفة بتختص به امور الفكر والتفكير ومسلا العلم بيهتم بشؤون الواقع والتجربة والملاحظة تمام؟ ايه بقى التعريف اللغوي قال لي ان الفلسفة هي كلمة من اصلها يوناني كلمة اصلها يوناني مالها منقسمة المقطعين بتتقسم المقطعين ايه هما المقطعين دول؟ قال لي فيلو وصوفيا يعني ايه فيلو؟ يعني ايه صوفيا؟ فيلو يعني الحب وصوفيا يعني الحكمة الفلسفة اللي هي بالانجليزي هي دي المقطع بتاع هي فيلو فيلو الحب وصوفيا هي الحكمة فيلو صوفيا محبة الحكمة طبعا بخلاف الفلسفة اللي احنا عربناها عندنا يعني احنا كعرب لما بدأت تنقلنا الفلسفة هي بيولو عليها فيلو صوفيا فاحنا خففناها لفلسفة اول واحد قال الاسم ده يعني اطلق اسم الفلسفة على النشاط اللي بيستخدمه الانسان عشان يحل مشاكل او يتأمل او بشكل نظري كان الفيلسوف اليوناني وطبعا عالم الرياضيات الشهير فيه تغارس هو اللي قال الشخص اللي بيفكر بالطريقة فلانية بيحب الحكمة يعني اللي هو ممكن نقول عليه الحكيم بس هو رفض كلمة الحكيم وقال لي ان الحكمة صفة من صفات الاله واللي بجرد الانسان بيعمله في الحالة دي هو حب للحكمة ليش الحكمة نفسها تعريف بقى الفلسفة ومعناها الخاص عندنا مشكلة ايه هي المشكلة ان احنا مش عارفين نعرف الفلسفة تعريف محدد تعريف جامع اللي هو ايه آآ كلي شمولي بمعنى لما اجي اقول انسان هتقول لي والله كائن عقلي آآ ناطق آآ مفكر ينمو يتحرك هتقطوا صفة لي في الانسان صح بس ايه اهم صفة في الانسان هي العقل يبقى انا كده عرفت الانسان ومفيش اي اتنين في الدنيا هيختلفوا على التعريف ده هو انسان عقل تمام يبقى كده العقل كان سمت الانسان المميزة ليه اللي مفيش حد هيختلف عليها لكن الفلسفة تختلف لان كل واحد فينا بيشوف الفلسفة من طريق بنوجد نظر مختلفة عشان كده بنقول دايما ان الفلسفة هي رؤية ووجهة نظر لفيلسوف في عصر ما او في مكان ما ممكن رؤيته انا لو بظاهرة معينة دلوقتي عندي في مصر تختلف تماما عن رؤية نفس الظاهرة على حد تاني مثلا في امريكا يبقى الفلسفة متعددة للقراء مختلفة القراء فبالتالي مش هنعرف اللي هنعرف تعريف جامع مانع يبقى من الصعب بتعريف الفلسفة تعريف واضح طيب بلعر الرغم بقى من اتعدد وجهة النظر دي واختلاف القراء دي تمام الا ان احنا ممكن نجي مع بين كل الاختلافات دي في اتجاه عام او مبدأ او فكرة عامة يعني ايه على رغم اللي هنعمين بنقول ان ما يفعش نعرف الفلسفة صعب جدا اللي هنعرف الفلسفة لان هي مختلفة لان بتقوم على تعدد وجهة النظر الا انهم في الاخر قالوا ان احنا ممكن نعرف الفلسفة في اتجاه عام في مبدأ يعني ايه هعرفها في ظل فكرة تانية فكرة بتحكم كل الفلسفة عند اي حد وايه هي الفكرة بقى قال لي هي بحث المشكلات الكبرى للانسان يعني ايه بحث المشكلات الكبرى مفيش فلسفة على وجه الارض في بلد ما في زمن معين الا ان هي بتبحث المشكلات الكبرى للانسان زي قضية الحرية قضية الموت قضية الدين الاخلاق يبقى اول حاجة بحث المشكلات الكبرى للانسان اتنين تفسير الشامل للعالم ان ما فيش فلسفة جات غير من ايه عايزة تقدم رؤية للفلسفة رؤية للعالم لها وتلاتة تدرس طبيعة الانسان ومستقبله تحاول بقى ان هي تتنبأ بمستقبل الانسان عن طريق طبعا تدرس المشاكل اللي بتحصل في الماضي ويه عن طريق الواقع يبقى عندي تلات نقاط ممكن من خلالهم اللي احنا عرف في الفلسفة تعريف عام هو بحث المشكلات الكبرى للانسان تفسير الشامل للعالم دراس طبيعة الانسان ومستقبله دي التلات زوايا او التلات نقاط اللي ممكن يلتقي فيها اي تعريف في اي حتة للفلسفة يبقى بنخلص من الحدوتة دي او من الفكرة دي بان جوهر الفلسفة هو السؤال او انك تطرح السؤال وبعد كده تحاول انت تجيب عنه عندي اتجاهين في تعريف الفلسفة يعني احنا بعد ما قلنا ان ما ينفعش نحن عرفها صعب جدا رجعنا وقلنا تاني ان احنا ممكن نعرف في الفلسفة او نلاقي اتجاه مشترك عام ما بين كل تعريفات الفلسفة وهما التلات نقاط اللي قلتلكم عليها لما بيبحثوا مشكلات الانسان بيقدموا رؤية للعالم بيحاولوا ان هما يستقبلوا او ان هما يستشركوا المستقبل للانسان بعد كده برجع وقول لكم تاني ان احنا بقينا عندنا اتجاهين لتعريف نختزل الفلسفة او نحنقللها وندمجها في حاجتين بس ويقولوا ان تعريف الفلسفة كلها مشى في نحيتين النحيتين دول اول حاجة طبعا الاتجاه الاول بتاعنا الاتجاه التاني هو اسمه كده طب ايه بقى الاتجاه الاول قال لي ده الاتجاه العام الكلي الشمولي الاتجاه التاني هو الخاص او الانساني يبقى الاتجاه الاول العام او الكلي كده من كلال اللي احنا قلنا من شوية يبقى هو الاتجاه اللي هيدرس الواقع العالم هيعايز يقدم رؤية شاملة لكل حاجة طب الاتجاه التاني اللي هيهتم بالانسان بشكل اكتر او بشكل اكثر خصوصية من الاتجاه الاول الاتجاه الاول هو العلم الكلي العلم الشمولي الرؤية العامة اللي بتبحث عن اصل الموجودات هي عايزة تعرف ايه اصل الشيء ايه اصل الكون ايه اصل كل حاجة موجود يبقى هدفه غايته هو الوصول للحقيقة الكلية زي الشجرة اللقصات نظر في جزور هو الاتجاه الاول هدف الجزور ماهي موش شكل الشجرة من فوق عمل ازاي هو عايز يوصل لجزرها لنهايتها هو ده الاتجاه الاول الاتجاه العام الكلي الشامل وبيقول لي ان الفلسفة من وجهة نظر الاتجاه ده سميت بعلم العلوم يبقى الفلسفة سميت بعلم العلوم ليه لانها تبحث في الموجودات ولا اشياء باعتبارها مكون واحد يرتبط بعضه ببعض يعني ايه الفلسفة من وجهة نظر الاتجاه ده شايفها ان الموجودات والاشياء الموجودة في الواقع او في العالم كلها مرتبطة ببعضها البعض ليه لانها كلها مكون واحد من مكونات العالم او من مكونات الصانع ليه برضو علشان يوصل في الآخر الفلسفة او الفلسفة للعلة الاولى او المبدأ الاساسي ليه كل شيء عايزين يعرفوا ايه السبب الاول وراء مثلا ظهور الشجرة فيه ناسها تقول مثلا البزور وناس تقول تاني المطر لما نزل على البزور وناس تاني تقول انه مثلا هي مثلا طلعت كده هم مش عايزين ده هم عايزين يعرفوا ايه اللي علة يعني البزرة دي جات منين طيب المطر جي منين هو ده سؤالهم تعالوا نشوف الاتجاه التاني وهو رؤية للانسان والعالم فلسفة بقى هنا هتعرف او عايزة تيجي بمعنى او بنحية انسانية خالصة بتقول ان هي الانسان هي الساعية وراء الانسان وحل مشكلاته وازماته يبقى بيرى الاتجاه ده ان الفلسفة هي الرؤية شاملة اتجاه الانسان ومشكلاته والعالم اللي هو بيعيش فيه وبكده تكون الفلسفة بتهتم هنا بالبحث عن معنى الحياة وواقع الانسان وسلوك الانسان العملي يبقى هنا الفلسفة عايزة ايه عايزة تخدم الانسان بخلاف هناك في الاتجاه الاول هو هدفها نظري يعني ايه نظري يعني على مستوى الفكر هي اكيد مش هتروح تحفر في الارض عشان توصل لاخر حتة في الشجرة هي بس عايزة توصل على مستوى النظر والتفكير والتأمل للعلة الاولى للسبب الاول للمبدأ الاول للشيء لكن في الاتجاه التاني اللي هو بتع تعريف الفلسفة لرؤية الانسان والعالم هو هنا هدف واقع الانسان مش مهم المبادئ والعلة الاولى مهم ايه اللي بيحصل في حياة الانسان يبقى هنا الاتجاه التاني بيدعم رؤية وفكرة ان كل انسان ممكن يبقى متفلسف لان كل انسان بيحمل رؤية للعالم للحياة لنفسه فبالتالي هنا الانسان هيكون فيلسوف يبقى الاتجاه التاني بيفتح الباب للرجل العادي للانسان العادي انه يتفلسف طالما انه هو ليه وجهة نظر ورؤية اتجاه الحياة اتجاه العالم اتجاه الانسان فهو كده بيبقى فيلسوف تاني شباب الخريطة بتاعتنا خدنا غضاة ناشية الفلسفة ومعنى وتعريف الفلسفة هناخد اهمية الفلسفة وبعد كده وظائف الفلسفة اهمية التفكير الانسان قال لي عندي نوعين من الاهمية ايه هما قال لي فيه اهمية للانسان واهمية للمجتمع عالوا نشوف ايه اهمية الفلسفة للانسان ها قال لي ان الانسان من شوية احنا قلنا في الاتجاه التاني ان الانسان بيقدر ان هو يبقى فيلسوف انه بيعملك وجهة نظر ورؤية خاصة بي يبقى دي من ضمن اهميات التفكير الفلسفة للانسان ان الانسان بيصبح له فلسفة خاصة تعبر عنه الفلسفة الخاصة دي هي وجهة نظره في الحياة في العالم في المبادئ في القيم يبقى وجهة نظره دي هي فلسفته هي السلوكه هي مبادئه يبقى دي التفكير الفلسفي اهمية في حياة الانسان كمان ان التفكير الفلسفي او الفلسفة بتعمل على تشكيل عقل الفرض وبتكسيب القدرة على التفكير الناقض ان الفلسفة بتشكل وعي الانسان بتشكل عقله ما بتخلوش يقبل اي حاجة كده وخلاص لا تخليه ينقض ويفكر ويتأمل ويفكر ويعمل لعملية تحليل التفكير الناقض كمان لا يقبل معرفة او حكما دون فحص ولا يتصرع في اصدار الاحكام لسه قال لنا من شوية اللي هو الانسان ما بيقبلش اي حاجته وخلاص لازم ينقضها لازم يفحصها ما يتصرعش في اصدار الاحكام ودي خدناها فيه جرس الاول كمان ما يغلبش العاطفة على العقل كمان ان الفلسفة بتسعى لغرس قيمة الحقيقة او حب الحقيقة والبحث عنها فالتفكير الفلسفة بيقفش عند حدود يعني هي عايزة تقول للانسان اسأل ودور وستكشف وما تقفش واخيرا بتقول ان الفلسفة بتدي للانسان معنى للحياة معنى لنفسه قيمة وذات ويقامن بدور العقل تعالي نشوف اهمية التفكير الفلسفة للمجتمع بيقولك ان التفكير الفلسفة بيؤثر فيه الواقع ازاي بيؤثر في الواقع قال لي بص مش الواقع ده احيانا كده بيطلع لفيه حركات اجتماعية ثورة تمرد قال لي اه قال له بقى هو ده تأثير الفلسفة لما هي بتشكل وعي الفرد وبتخليه بقى عنده معنى للحياة معنى للذات يقدر قيمة نفسه ده بيدفعه انه يؤثر فيه المجتمع زي بالزبط ما حصل في اوروبا اوروبا كانت بتعاني من عصور الوسطى ايه عصور الوسطى العصور الوسطى دي بنسميع دلوقتي العصور المظلمة بمعنى ان الوقت ده اوروبا كان بتعاني فيه من الجهل ومن التخلف ومن الخرافة بتعاني فيه من سيطرة رجال الدين تداخل الدين والسياسة لما بدأت الفلسفة انهي تقوى وبدأت فيه كتابات وبدأت الناس تقرأ بدأت تغير وعيهم وعملوا حركات اجتماعية وطوروا بيها نفسهم وبقت اوروبا دلوقتي بسبب كده تعالوا بقى نشوف وسائل الفلسفة فيه تغيير المجتمع ازاي الفلسفة تغير المجتمع قال لي عن طريق ايه غرز القيم جديدة مفيدة انه غرز قيم مكان القيم اللي ما بقيتش نفعة نقض القيم غير الصالحة كمان تمسك بالقيم الاساسية كالتراس الحاجات التقاريب بتاعتي اللي هي نفعة اتمسك بيها ولو مش نفع انقضها ومشيها واغرز مكانها قيم جديدة كمان انه انسق بين جوانب المجتمع المختلفة الثقافية والمادية والدينية وكمان اوفق ما بين القيم القديمة والجديدة يعني انا هعمل عملية تغيير عملية نجد عملية غرث وبناء عليها انا هتمسك بشيء من طراصي وبشيء من الاشياء القادمة الجديدة او الوافدة من الغرب كمان ان من اهمية التفكير الفلسفي او من ضمن وسائل الفلسفة في تغيير المجتمع ان الفلسفة مرآة للمجتمع بتعكس دايما كل شيء موجود فيه وبتتأثر وبتأثر فيه الفلسفة مش مجرد كده شيء سالب واقف لا هي شيء ايجابي متفاعل بيقدر يبني ويتبني برضه ان الفلسفة في الاخر هي ان تجي الانسان في مجتمع ماه وفي عصر ماه خريطة تاني هناخد بقى مع بعض اخر حاجة دلوقتي هي وظائف الفلسفة وظائف الفلسفة اول حاجة تفسير الواقع اتنين تغيير الواقع وتلاتة التنبؤ بالمستقبل عندي تفسير وعندي تغيير وعندي تنبؤة تعالوا نشوف قال لي بص تفسير الواقع من اسمها يعني ايه تفسير؟ يعني فهم تحليل صح؟ تفسير الواقع بيعد من اهم وظائف الفلسفة ليه؟ لان هي عبارة عن تفسير وفهم الواقع المحيط انا لازم افهم الواقع اللي انا عايشه كويس جدا ووصل لجزره وواقع وعمق المشكلة عشان اقدر اللي انا احلها واعرف اسبابها تغيير الواقع انا بعد ما فهمت وفسرت تاني وظيفة للفلسفة تكون تغيير الواقع ازاي تغيير الواقع؟ قال لي بص الوظيفة دي وظيفة تغيير الواقع هي اصلا اصلا شغل الفلسفة الشغل هو هدف الفلسفة الاساسي ان هي تصلح المجتمع تغيير المجتمع تبتدي بعقول الناس وهي كانت ابني بقى مجتمع اواقع سليم زي ما هي عايزة ايه دليلي على كده؟ بيقول لي حاجتين سوكراط كان شغلته في شوارع اليونان او اثينا انه يجوه للشوارع لاصلاحه كل الناس هو بيقبشي في الشارع يعدي تكلم مع الناس يعدي وعيهم يبقى ده دوع من انواع التغيير اللي كان بيسع عليه سوكراط طب التاني دليل افلاطون كان بيكتب كتابات عن الدولة وعن المجتمع ومن انشر الكتابات بتاعته ما يسمى بالجمهورية او الدولة المثالية هو كان عايز دولة اه كاملة فيها شيء من التغيير والاصلاح شيء مغير للواقع اللي هو كان عايش فيه يبقى تغيير الواقع هو هزيفة الفلسفة الاساسية هي الحاجة اللي هي اتخلقت لها انا بفكر في الاخر عشان اغير نفسي والواقع ثلاثة استشراف المستقبل يعني ايه استشراف المستقبل يعني التنبؤ بالمستقبل يعني ايه برضو بيقول لي ان الفيلسوف السؤال ده شباب بيجي في المتحنات ينظر الفيلسوف الى الزمن على انه ثلاث لحظات وبتيجي غالبا في صحة وغلق طبعا هتكون صحة ازاي قال لي لان الفيلسوف بالنسب له الدنيا كلها عبارة عن ماضي وحاضر ومستقبل هو دايما مشغول بالماضي ويه مشغول بالحاضر عشان يفهمه ويه مهموم بالمستقبل عايز يوصل للقضياء عايز يتنبأ بيها بالمشاكل قبل ما تقع يبقى بالتالي مش من الغريب على الفيلسوف انه يهتم بس بالمستقبل يعني ايه يعني ماينفعش اللي حنقول هو هو ليه بيبص المستقبل لا ده شيء اساسي انه لازم يبص للمستقبل ده شيء هو دايما بيبحث عن ما يسمى بالحقيقة فحقيقته ورقيته للحقيقة لازم تكون متكاملة في الثلاث لحظات في الماضي والحاضر والمستقبل عارفة اللي انتوا زيقتوا منه عشان بس تبقى الدنيا واضحة بالنسب لكم تعالوا نجاود صح او ما خطأ مع التعليل من الصعب تعريف الفلسفة تعريف جامع مانا طبعا صح ونقول الحتة بتاعت ان الفلسفة مختلفة والقراء متعددة بس احنا ممكن نعرفها في دوق تلات نقاط اللي احنا قلناها ان الانسان والعالم والمستقبل ونقول اتجاهين بتونا تمام الفلسفة تعني لغويا محبة الحكمة طبعا برا صحيحة ونشرح بالتفصيل بتاعت النقطة بتاعت فيه سغرس كمان دراسة الفلسفة تمكن الفرد من مواجهة مشكلاته الحياتية طبعا وهنا نقول اهمية دراسة الفلسفة للانسان ايه هميتها على الانسان وظيفة الفلسفة في المجتمع البحث عن الجديد دون الاهتمام بالقديم طبعا العبارة خاطئة لمن اهم وظيفة الفلسفة الركض والتوفيق بين ما هو قديم وبين ما هو جديد طبعا وتغرس كيم جديدة وتشيل الكيم الغير صالحة دي اسئلة هتجاوبها مع نفسك او سؤال بيقول الفلسفة تعبر عن حضارة الشعب والعصرة التي ظهرت فيه دلل على ذلك الفلسفة تعطي للفرد معنى الحياة للتفكير الفلسفي وظائف عدة ناقش يمكن للفرد العادي ان يكون فيلسوفا الى حد ما هل تؤيد ولا ماذا اسئلة شوية تقيلة بس اقروا الدرس وذاكروا تاني واعترفت حلوها ولو معرفتوش بكتبوها في الكومنتات وانا هجاوب عليها شباب احنا نكون خلصنا النهاردة الدرس بتاعنا نفهم نتعلم ببساطة استنوا الدرس التالت معنا